تنفيذا لأجنتتها في دعم الجماعات الارهابية اعتمدت قطر على أدواتها التحريضية لتحريك وتضليل هذه الجماعات ومن تبعهم وحرضتهم على استخدام العنف وتنفيذ العمليات الارهابية في الدول العربية ومن هذه الأدوات فتاوى المدعو يوسف القرضاوي الارهابي الأبرز في قائمة الارهاب التي أصدرتها الدول الداعمة لمكافحة الارهاب يوسف القرضاوي أداة التحريض القطرية والمطلوب قضائيا في عدد من القضايا وصل الحكم فيها إلى الاعدام والمدرج في قائمة الدول الداعية لمكافحة الارهاب والمعروف بفتاوى جواز القتل والتفجير أذع القرضاوي أراءه المتطرفة بمباركة قطرية حتى أن أداة التحريض القطرية الأولى الجزيرة أفردت لصوتها الجهير القرضاوي برنامجا كاملا لتقديم فتاوى القتل والتدمير والخراب الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا عسكريين مدنيين علماء جهلين إن لم يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ ما تأمى حكمها فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء إذا كان فيه واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما يقول القرآن وفي نفس البرنامج الشريعة والحياة بل يجب تسميته الخروج عن الشريعة والموت يجيز القرضاوي العمليات الانتحارية الإرهابية بأمر الجماعة الأصل في هذه الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد إن الجماعة هي التي ترى إنها في حاجة إلى هذا الأمر إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة ويستطاع أن ينجو من بنفسه فليفعل إنما لا يترك هذا للأفراد وحدهم لكن أليس يعني لا يجوز للفرد إن يتصرف هذا أنا رأح أفجر نفسه لا أنت ما تتصرفش لوحدك لازم تتصرف في حدود ما تريده الجماعة تسلم نفسك للجماعة الجماعة هي التي تصرف الأفراد حسب حاجاتها وحسب المطالب إنما لا يتصرف الأفراد وحدهم هذا هو المطلوب في هذه القضية منابر الجمعة بالنسبة للقرضاوي مصدر إلهام لفتاواه التحريضية إذ سبق وبث تلفزيون قطر الرسمي خطبة له أكد فيها دعم قطر للفوضى قطر الإذاعة قطر وتلفزيون قطر وجزيرة قطر التي وقفت مع هذه الثورات كل الثورات ثورة تونس وتورة مصر وتورة ليبيا وتورة اليمن وتورة سوريا ثورات الربيع العربي كلها وقفت معها قطر بإذاعتها وتلفزيونها وبمالها وبرجالها والحمد لله أنا وإخواني من العلماء في هذا البلد الطيب الذي سيذكره التاريخ وسيذكره الله قبل التاريخ وقبل الناس الله يعرف موقف هذا البلد كيف ناصر هذه الثورات في حين أن هناك كثيرين من البلاد العربية يكيدون لهذه الثورات ويدفعون المليونات والمليارات حتى لا تنجح هذه الثورات قطر عمدت على نشر الفوضى واستغلت مالها وعلامها واستخدمت عمالة الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم يوسف القرضاوي ودعمت ومولت وكانت النتيجة دمار وقتل وتشريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة